بغداد متجها إلى الموصل لتأمين زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي للمدينة رتل اللواء السابع والخمسين لرئاسة الوزراء يدخل بمشدة كلامية مع أحد نقاط التفتيش المشتركة من الشرطة الاتحادية وسرايا السلام تطورت إلى إطلاق نار متبادل أودى بحياة مسؤول حماية العبادي العميد شريف اسماعيل المرشدي مصدر أمني روى تفاصيل الحادث بأن مجموعة الحماية المرافقة للمرشدي دخلت بجدل ومشدة مع عناصر من الشرطة وسرايا السلام المرابطة في سيطرة دخول سامراء بسبب عدم التعريف بهوية القوة التي أطلقت النار في الهواء ثم باشرت بالتقدم وأضاف المصدر أنه بعد خروجهم من سامراء وفي سيطرة الحويش مدخل قضاء تكريت حصل تبادل لإطلاق النار بين سرايا السلام والقوة التابعة لرئاسة الوزراء ما أدى إلى مقتل العميد وإصابة منتسبين اثنين من أفراد حمايته رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث فيما وصل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي حاكم الزاملي إلى سامراء لإجراء التحقيق كما أعلن مكتب زعيم التيار الصدرية سيد مقتدى الصادر أن الأخير سيدخل لحل التوتر وإنهاء المشكلة بالمقابل وجه إعلام سرايا السلام في قاطع سامراء الاتهام لقوة حماية رئيس الوزراء بالمبادرة بإطلاق النار والاعتداء على عناصر السرايا والشرطة الاتحادية ما تسبب في اندلاع الاشتباك فضلا عن عدم استلام إشعار بأمر الحركة ويرى مختصون بالشأن الأمني أن تعدد القيادات العسكرية وغياب التنسيق المشترك بين أجهزة الدولة الأمنية هو السبب الرئيس بوقوع مثل هكذا حوادث وغياب التنسيق المشترك بين أجهزة الدولة الأمنية وغياب التنسيق المشترك بين أجهزة الدولة الأمنية وغياب التنسيق المشترك بين أجهزة الدولة الأمنية